مجمع الإعاقة الشامل بتكلفة إجمالية تزيد على ثمانية ملايين ونصف المليون دينار بحريني حيث من المتوقع أن يصبح المجمع من أكبر المجمعات والمراكز المتخصصة في معالجة وتقييم حالات ذوي العزيمة على مستوى الشرق الأوسط وسيضم نحو عشر مراكز للرعاية النهائية وتشخيص وتأهيل المعاقين والمصابين بأمراض التوحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة